سورة الأحزاب سورة واحد وقد الإسلام في أرضه تسمى كذلك بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأبانت شدة إيذائهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه اليوم بالأمس حين تجتمع قوى الكفر لحرب غزة المؤمنة وحين تفضح غزة وفلسطين المنافقين الذين يعينون الصهاينة في الخفاء فيمدونهم بالمعلومات والعتاد ويتواطؤون معهم لضرب الإسلام والمسلمين بدأت سورة الأحزاب بأنها أمرت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى وبعدم طاعة الكفار والمنافقين وباتباع ما أوحى الله تعالى إليه وبالتوكل على الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما أوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة وختمت السورة بالرحمة والمغفرة عاقبة للمؤمنين وبالعذاب عاقبة للمنافقين والكافرين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيم وكأن السورة تخاطب المجاهدين اليوم مجاهدي غزة وفلسطين وتخاطب من ورائهم جميع المسلمين بألا يطيع الكافرين والمنافقين بل يتق الله ويتبع أوامر الله ويتوكل على الله تعالى وكفى بالله وكيلة ثم تبشرهم بالعاقبة الحسنة لهم وبالسيئة لعدوهم وتختم قصة الأحزاب في سورة الأحزاب نتيجة الصراع صراع الحق مع الباطل ونتيجة النزال بين الإيمان والكفر وبين العدل والظلم وبين الخير والشر فتقول السورة منبئة عن الخاتمة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا أيها الإخوة هذه خلاصة ما أشارت إليه سورة الأحزاب وهذا شيء من ظلالها على قضية فلسطين نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الفهم وأهل النصر ترجمة نانسي قنقر